عندي بنتي موجودة في ليبيا عنديش عمرها وقت لي خرجت عمرها 18 سنة انها الفين و 13 18 سنة شو لي لز طفل عمرها 18 سنة بش تخرج ليبيا بنتي انا متغشي عليها في الدار تغشيشت عليها فهمت وكان غشي قوي شوية خرجت على اساس انها بش تخرج بحد صاحبتها تلقى روحها هي موجودة في ليبيا لانا بنتي ما سفرتش ووقت لي جيت انا للدار مقيت هاش بنتي امشيت ديركت للشرطة علمت الشرطة قادي كالصولات دورتهم قال لي لا بنتك توجي وبالك شي عبا حتى صاحبتها قلت لي بنتي ما عنديهش اصحاب باش تخش بحدهم وبنتي متبتشي لبرة وعلمتهم في الوقت هذك فهمت حيناء اذن من قدوي كان اسمع بنتي انا موجودة في ليبيا فاش سمعت سمعت كلمتني قتلي بابا ناني صايا انتم مخيش النجم نرجع صايا وفا كل شي فهمت ومشيت للسلطة وكلمتهم حيناء اذن من في المركز وجيني تهديد بالتليفون يقول لي بنتك راي موجودة عنها ولو ما زلت تصل باي مركز بنتك راي تنساها ولو انتي تحب تجيب احذانا نعطيوك دار ونعطيوك شهرية وعلمتهم هذا كل شي علمتهم في المركز نعطيوك شهرية ودار ليلك وعيلتك لكن انا ما مبدلش تونس انا قل تونس فهمت وعلمتهم الصورات قلت لي مراي لسيلة هكا وهكا فهمت وانا ادوب لاخرش من المركز قال لي عالبالي بيكنت في المركز رجعت لهم وقلت لي مراي هكا الحكاية هكا وهكا فهمت بالتدقيق معناه كل شي بالتدقيق لو كانت تسمح نفهم القصة ملول اول شي ساعة الغش على بنتك كيفاش كان شو سببا متاعها بنتي مللي وقعت دخلة الخيمات الدعوية هذية بنتي عم في 2011 بنتي عملت نقاب انا قلت لها ضد النقاب هذا نحي فهمت ووتها هي زواج طلع فاشل فهمت ما تمش بيه لجاح معا بطلت هي ومعا انا تغشجت عليها عن نقاب قلت لها تنحي نقاب مكش بنتي ومنص عرفش بيك فهمت على اساس ايدي سمعت وانا يكلمتها صاحبتها قلت لها اجيب احذايا فهمت توبكوا ولا يلوج عليك ولا يجلوا كذا فهمت يا اخي كانت العملية بعكس ما كنت نتخيلانا وما تتخيل هي انقاط روحها هي ضحية الالهاب موجودة في ليبيا فهمت وبعدين اتصلت بيه بنتي تبكي عبره منش عاش سميه هما بالسكايب ولا هو تبكي وشعرها مشوش ويا بابا ايزياني يا بابا انقذني يا بابا كذا مشيت له الصرات وعلمت ان قد المرأي بنتي كذا وعطيتهم كل المعلومات اللي فهمتوا سمحني يا خطر كلامك ممكن ما هوش متناسق برشا على قل في حد تقديري تقول لي منول هي كانت تمشي للخيامات الدعوية بعد خلاف عائلي اللي فهمتوا منك كانوا تم استقطابها وإيصالها إلى ليبيا غصبا هذا الموجود هذا اللي صار مش بريضا بنتي ممشتش بريضا مشت على الاساس أنا بحدها صديقة من صديقاتها تبقى راحها موجودة في ليبيا بعدين اتصلت بي يا بابا انقذني يا بابا ايجاني معندي ما نجم نعمل حتى صحبت هذية تعرفها لا ما نعرفاش اللي سمعته أنه صحبتها هي وقت اللي زورتها في ليبيا قلت يا بابا راني على الاساس خرجت بحدها صحبتي لا ما نسمتها ليش قلت يا بابا راني على الاساس أنا مشيت بحدها صحبتي باش أنتي تولي تلوجه تلوجه عليها ما نعرفش هذيك معلومة عندها هي تنرجم هي كيلة هنا جيلة تفيد بها الصلط هي فهمت وانا مشيت بعدين زورتها قبل زيارة متاعك البنتك نقطة أخيرة قتلي أنا في المركز وفي وقتها جايك اتصال أنا دوبلا خرجت من مركز ثواني وجاني اتصال قالوا لي على البنة بيكنت في المركز ولو ما زال تمشي للمركز بنتك تنسها نهائيا ونعرفو دارك ونعرفو صغارك ونعرفوكم والكل وكي من قولوه تتحمل مسؤوليتك رقم تونسي كان رقم الهاتفة رقم تونسي كان لا مو هوش تونسي هزيته للصرط وعلمتم بيه وعطيتهم الرقم في الوقت هذيك عطيتهم قلت معه بالتاليفون هو الرقم اللي جاني توا وراه هددني وكيفاش تصير معناه اني في وسط مركز والسيد يقول لي يرني على البلي بيك في المركز منين جاءت المعلومات بانه والسيد هذي كيفاش يعلمني اني كنت في المركز انا موجود بهذايا منعرفش الله واعلم لا كون واضح اكثر سيدي في كلامك كاينك تتهم ممكن انه فم اختراق للمركز هذيك فم اشكون ليس للمركز اني مثلا انا في وقت هذيك ماني شي محمي ربما كانوا في الوقت هذيك كانوا ينجموا يضربوني انا من نتهمش رجال الدولة من التهمش اني مقاعدين موظمين على خدمتهم وبرك الله فيهم اما في الوقت هذيك وقت اللي نخرج للشارع انه وليت ماني شي محمي معناه كنت اني نجم خاف على روحي ممكن ما قال هو انا انا تخاف على عائلتك نولي خاف على عائلتي حتى صغاري ريحتهم المدرسة ولينا في الدارة بكلنا في حالة معناها حالة فزع مشيت المصراتة هكا وزرت بنتك وزرتها وكل شي وبعدين معناها موصلت بشرتها قلت بتعب مش سهل فمت لاني نقروحي انا ممنوع من الصفر علاش ممنوع الله اعلم شنه يا جرمم بتاعي راني تونسي يقول لهم راني تونسي ما ليش معناها كيما تخيلوا برش عباد تونسي بالرسم يزادة معناها فمت ونموت من اجل الوطن شو الوضعي لخيط عليه بدك والله هي وضعية مشكورين الليبيين عاملين معهم الباهي فمت وقالوا لني رأوا ثم مش نعدوهم على القضاء واللي عندوا اي حاجة مش يتحكم علي اقترم هذا المطلوب يصير بعدين عدوهم على القضاء القاهم لا محملين سلاح لا مقتلين لا حد شي قالوا نكلموني قالوا لي بنتك رأي ما فيه ما عنده حتى شي والبنات وكلهم رمع فين مهماش مقتلين مهماش كذا حينيذا تنجم تجيت هز بنتك ومشيت علمت السلط قلت المرام قالوا لي تنجم تجيت هز بنتك وجريت وصلت الخارجية على اساس باش ناخذ ملف ناخذ ورقة ناخذ حاجة فيدي مقيت حتى شي معناها من الفين تقريبه وربعتاش والالفين وخمستاش معناها والملف قاعد يجري حالين نحضر فيه كل الجمعيات معناها كما هك الرافض منين جاي والله الرافض جاي من المال دولة متاعنا دولة مش مستجيبة معنا منيش عرف إذا كانم هم من تمين يا أخويا مثلا كذا ارتكب وجرم جيبهم معدين بتاع القانون ثم قانون في البلاد معناها ما هيش حاجة سايبة كيك كلنا تحت القانون لا حد يؤل على القانون بقينا بالنسبة صغيرات هذوما مهما كانت حالة هذوما غروا بهم ناس غرت بهم ناس خدمت خدمتها وقبضت فلوسهم أنا لنتهمهم ثم أطراف اللي باعوا صغيرتنا هذوما اللي خرجوهم من غير باسبورات خرجوا بنتي ما عنديش باسبور مثلا كيفاش خرجها وكيفاش أنا علمت من اللحظة الأولانية معناها سبحان الله كيفاش نخرج من الحدود مبلاش باسبور دولتنا سايبة زعمة مياه سايبة دولة مش كل مسؤول المسؤولة هي الدولة دولة مسؤولية الدولة وقت اللي علمت ثم مسؤولية الدولة مسؤولية على الخيمات الدعوية اللي صارت اللي غرت بالشباب المفروض كانت تتوقف الخيمات هذية من أول لحظة وقت اللي قينا فيها مضرة وفيها من شبابنا كنا نوقفوها ثاني شي كيفاش يخرجوا بلاس باسبورات وثلث شي كيفاش توليبيا طالب باش يقول لك يجيوا هزوا صغاركم عليش منقوش الإجابة من دولتنا باش ندخلوهم وعديهم على تحت القانون آخر نقطة بنتك إذا عندك معلومات خرجت على المطار ولا على البر خرجت على البر بنتي خرجوها على البر خرجوها عن طريق البر